مين فينا لا يحب الملوخية الخضرة أحلى وقطع عن طبق ملوخية هاتك لي تعال نشوف الطريقة السلام عليكم ازايكم حبيبي عاملين ايه النهاردة هامل معاكم ملوخية وعشان تعملي ملوخية حلوة لازم يكون عندك شربة حلوة قوي فأنا معايا تراغ بلدي غسلتها ومضقتها وبنقحها يا جماعة محلول مية وملح وسكر وبعصر عليها لمونة وبسيبها شوية ساعتين 3 ساعات اكتر براحتك بتلاقي نزلت كل الدم اللي فيها وبتلاقيها حلوة قوي وانسجتها كمان بتكون فكت شوية فأنا عشان هعمل الشربة انا هنا مقطعها بصلة وكمان عاملة بصلة صغيرة وحط عليها نص طماطماية في الكبدة لو لاحسوا اللون الأحمر دي دي طماطم حطيت ملح وفلفل أصمر وحط عليها بوهرات فراخ انا مش حتى طماطم كثيرا حتى بس يعني يده بك نص طماطماية سغنانة خالص والبصل عاملة شوية متقطعين وعملة شوية مفرومين في الكبدة مع الطماطماية هبدأ أتبل الفراخ وحط البصل تحت الجلب ان امتبعني يا جماعة عارف ان انا بحب أتبل الفراخ واسيبها شوية اي نوع فراخ بحب أتبله واسيبه بيت تعم أحلى وحط كده من دور وكمان هحط حبة من فور انا مش هحشيها رز المرة دي بس هعملها مرة تانية ان شاء الله هحشيها رز ومحفوظة الكبدة والقونة بسعيتها بقى دوه وهنا نفصل بردو ويتبصل جوه وشوية تحت الجلد من ناحية دي وشوية تحت الجلد من ناحية دي بردو ووفرده بقى بقى داية في باشي شكرا وحاوظة مالهم في القدام في همين محدد من فيها اتخذها نقفلها من التح اخطيها و دفلها التلاجة معها سنظر الى فراغ هنا نحصل الفراغ اضع هنا ورق لوري او ورق الغار وهضع كمان حبهان وفصل ثلاثة مستيكا وعندي خلة فيها مياه تغلي على النار على النار بدأ يتغلي هاي هضع طماطم وبصل وغذر وهضع البهرات وملح وبلبل اصمار وهتسيبها تستوي بقى برحطة بعد ما الفراخ استوي خدت شوية من الشربة حطيت فيها معلقة من الطوم المهروس وكمان معلقة صغيرة من السكر هسيب الشربة تغلي غلوتين عشان الطوم اللي فيها استوي هبدأ انا اجهز الطاشة وانا حطيت طاس على النار وحطيت فيها معلقة كبيرة من السمنة وكمان معلقة كبيرة من الطوم المفروم وحمر الطوم لغاية لما يغير لونه ويبدأ ياخد لون ذهبي الشربة غليت هبدأ انازل فيها الملوخية اللي انا خرطتها وهقلبها كويس وما تحطي شربة كتير حطي شربة علقات وحطي الملوخية وفكيها في الشربة ويقلبها لغاية لما تفك لو هحتاجت شربة ممكن تزود حبة حبة لكن لو حطيت شربة كتير هبقى صعب تعالجيها تبقى الملوخية طلعة مش حلوة انا هنا بقلبها بالمضرب بسرعة وكده هي اتفكت معايا الملوخية ما بتاخدش بقت خالص على النار مجرد انها اتفكت دلوقتي التوم بدأ يحمر معايا هحط عليه معلقة كبيرة من الكسبرة وهقلبه تقليبة وكده بيكون جاهز معايا وعمل الطاشة بتاعت الملوخية والشحقة الشهيرة بتاعت المصريين ودي أبسط وأسهل طريقة للملوخية ملوخية هتكلي أطعم طبق ملوخية وجربوها وان شاء الله هتعجبكم أول محط الطاشة بقى نبع تقليبة واحدة وبقفل عليها النار كده الملوخية جاهزة معايا وتعمى آخر حاجة وباي باي وان شاء الله وان شاء الله وان شاء الله